ومناسبة صلاح ويمكن انا كنت اتكلمت مع حضراتكم هنا من حوالي 4 او 5 ايام في السادسة انه فيه اهتمام كبير جدا من ادارة البارسة بانتداب المصري الدولي محمد صلاح لصفوفها في المركاتو الصيف اللي جاي صحيفة اس اكدت الكلام ده وكشفت الحقيقة عن اسباب اهتمام نادي برشتونة ورئيسه طبعا اخوان لابورتا بضم جناحه قائد منتخب مصر والفريق الاول لكرت القدم بنادي ليفربول محمد صلاح لخط هجوم البارسة وقلت لحضراتكم انه المفاوضات التي تم الاعلان عن توقفها في الفترة الاخيرة مش هقول فشالها انه من الورد ان يكون فيه جديد لكن خلينا نقول ان المفاوضات مش مشية في المصار الصحيح بالنسبة للتجديد تجديد صلاح مع ليفربول ومن هنا شاف البارسة انها فرصة جيدة جدا وخصوصا في ظل صعوبة الاتفاق مع ايرلينج هالند مهاجم دورتموند ايرلينج هالند بالنسبة للبارسة كان القيار الاول مهاجم صريح قادر على انه يعمل نقلة نوعية لهجوم البارسة لكن انا قلت لحضراتكم ايرلينج هالند اعلنها بصراحة انه وجهته اللي جايه هتكون المانسيتي في حال ما اذا ترك دورتموند هيكون فريقه المفضل او الوجهة المفضلة بالنسبة له هو الانتقال للعب مع باب جورديولا في منشستر سيتي كمان من ناحية تانية ادارة البارسة شايفة انه صلاح هو الصفقة الانسب من ناحية المادية لانه طبعا بيتكلم على انه متبقي ليه عقد في عقده مع ليفر بول سنة واحدة بس فبالتالي بيتكلموا على انه الصفقة ممكن تتم في حدود من 60 ل70 مليون يورو كمقابل مادي لليفر بول وفي نفس الوقت يده لصلاح 100 مليون يورو كراتب سنوي على مدار اربع مواسم وبالتالي الاقرب من وجهة نظر او الاكتر منطقية من وجهة نظر ادارة البارسة في التوقيت الحالي هو صلاح اكتر من ايرلينج هالند هل ليفر بول هيسمح بده وهل ممكن بعد عرض البارسة يكون في تطور في مفادات ليفر بول مع صلاح ده اللي هيبان طبعا في الايام اللي جاي